أعلنت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق التوجه لتوسيع دعمها بالعراق لأكثر من 17 مليون دولار فيما أضحت إجراءاتها للحد من البطالة المنظمة أكدت أنها تحاول خلال الفترة المقبلة أن تزيد حجم مبالغ الدعم مبينة أن المنظمة تطمح لزيادة المبلغ وعدد المشاريع البالغ عددها ألف مشروع مشيرة إلى أن هناك مشاريع عدة تعمل عليها المنظمة ويتم تنفيذها في كل المحافظات من بناء تحتية وصحية وإدارة المخيمات وأساسيات الهجرة وإدارة الحدود ففي وقت شددت فيها على تقديم الدعم إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتم توسيعها من خلال استثمار الأموال الربحية التي تأتي عن طريق المشروع وتوظيف العمل بهدف تقليل البطالة